احنا اتكلمنا اه بسرعة كده على ايه اللي هيحصل في الاكزامبل بتاع العربية والاكزامبل بتاع اه عايزين يشوف الانباكت على البروسيس وعلى اه تعالوا نمسك البروسيس بتاعة احنا جبنا سيرة بتاعة العربيات قلنا بدل ما انت حتروح له وتكلمه هو اللي هيكلمك لانه شايف عربيتك وطالما شايف عربيتك يبقى هو شايفها هي وعربيات التانية هو شايف كل العربيات على الماب وايه اللي بيحصل فيها ونوعية المشاكل اللي فيها وبنعا عليه بيقدر بتاعته هيشتري منها ايه هيشتري ايه يجهزهم عشان يخدم بيهم اللي يتحركوا في كل الشوارع دي او اللي عندهم ومحتاجين دي بيشتري الحاجات دي من عشان يقدر يدي لك وقلنا ان هو بيكلمك مش انت اللي بتكلمه فشفنا هنا ان اا اتقلبت اا ما بقاش اللي بيكلم اا بقى السيربس سنتر بقى السيربس سنتر اللي بيكلم الكاستمر كمان اا جامد جدا ما بقيناش اا مش هيحصل ان السيربس سنتر يوردر لما حضرتك تيجي بعد ما يخهم ايه المشكلة ده هيوردرت بيزد على الاول كان بيشتري سبير بارتس يحطها في المغزن ممكن نوصها اا ما يستخدمش ويتبدا المركونة فترة طويلة فده بيأثر على بتاعه على بتاعته فطبعا هنا هتتحسن اا الكلام ده اا حينتج عنه اا حينتج عنه ايه لما اا انا شايف الديبايسز اللي عند بتوعي سواء دي كانت او كانت عربية وزي ما هي الديبايسز دي اا جايز احتاج اعمل للسوفتوير فاحتاج اعمل ريموت للسوفتوير اللي موجود على اللي موجود على التلاجة على الغسالة على اللي موجود في اللي في العربية فاحتاج اعمل ده كده بسرعة على اللي موجود على وعلى الناس هسيب دي عشان ابص كمان على اللي موجود على الكونيكتيفيتي. احنا اه متعودين على الموبايل نيتروكس متعودين على وشايفين خاصة اللي انا في باصر فيه يعني دول بسيطة قوي. لكن كمان احنا عارفين ان فيه اه ازا كان طريقة للكمنيكيشن فاحنا عارفين ان فيه وعارفين ان فيه واي فاي. احنا بنكمنيكات من على الموبايل فون اه للانترنت اوبر واي فاي علشان نوفر اه باتري والباتري تعيش اكتر. لكن احنا لما تكلمنا على بتاع الهيلس وكلمنا والديبيسيز والديبيسيز اللي جوه جسم البناء ادم واللي جوه المسلح. قلنا ان لازم اه الحاجة بنحتاج نوفر في الباتري بتاعتها ولازم نستخدم نتوك ما تستهلكش الباور دي. فطبعا ده خلى اه يحصل كتير في الفترة اللي فاتت وابتدى يظهر ازر للموبايل نتوكس اللي احنا متعودين عليها. ابتدت بزيجبي وبعدين اه حاجة تانية اسمها لورا. وفي الوقت اللي لورا كانت بتشتغل فيه تطوير لزيجبي كان فيه حد تاني زي بيتور في زيجبي. اه زيجبي ده يقدر يديني اه بس يقدر انقل بسيطة. اه لكنها بالنسبة للسينسورز ولل ايو تي. اه لو انا المتر عندي في البيت كنا اكتدع الانترنت علشان يبعت بتاعت المتر راية تعداد الكهرباء او الغاز. عشان يبعت الستيتس بتاعة اه التلاجة او اللي في الغسالة هيبعت الستيتس بتاع الغسالة. فالستيتس دي بتبقى انا مش محتاج باندوتس كبيرة زي ما انا محتاج عشان ابروز فيديو على يوتيوب. انا محتاج نتوك اتوفر لي اه وتوفر لي في الباتل. فزيجبي از اه اه لما يكون نوصل العاديين نوصل اه الف متر مسافة كيلو واحد يعني. اه اه ازا بتديني لغاية خمستاشر كيلو. وعشان كده بتستخدم في يعني لو مسلا اه ممكن تستخدم لو مزرعة كبيرة ممكن يستخدم لورا. اه لو عايزين رائب بتاعة قناة السويس والسفن ماشية فيها ازاي بقى ممكن يكون لورا حل كويس. اه اه ازا برايبت نتوك. والكلم تبلي بقى سيج فوكس اه عاملين نتوك تانية برضو بتديني هنا في لورا وفي سيج فوكس احنا بنتكلم على باتري تعيش تلات سنين وزاوت ريتشارج. تلات سنين الدفايس بتاعتك ما تحتاجش تعمل لها ريتش وعش. بتتكلم على اه فيها في كل البلاد. اه النهاردة عندهم في استراليا في المكسيك في امريكا. اه عندهم في اشيا كزا اه البلانز بتاعتهم اه يبقى فيها ولما بقول يبقى هنا مفيش تاريفس فالديبايس بتاعتك هتشتغل بنفس التاريفس بنفس فلو انت عملت ديبايس اه البنايادة ما يحطها في جسمه او حيلبسها هيستخدمها في اي حتة بنفس التاريف بنفس طبعا هنا احنا شايفين في البيزنس موديل كبيرة جدا احنا نتكلم على ام الديتا هي اهم حاجة والناس بتدفع في الديتا عشان خاطر زي ما اتنافقنا فهنا حنلاقي الكونسيومرز واليوتيلتي كومبانيز والكوربريت كاستومرز بيتفعوا اه طبعا برضو مش ساكتين هم كمان بيشتغلوا في القصة دي وبيحاولوا يوفروا تسايف في الباور وتنقلك باندوتس صغيرة فكله بيضحي بالباندوتس في مقابل الباور الناس بقى بتاعوا الموبايل نيتروك ومش بيشتغلوا يعني هم كمان شغالين فطلع جديدة في في بيسموها بيسموها نارو باند اا اا وفي واحد تاني اسمو سيلر اي او تي وفي واحد اسمو نارو باند too وفي واحد اسمو한테 advanced اا اا نارو باند إلت اي ادفانس صحيح مش هيقدر يوصل لثلاث سنين واربع سنين في الباتري وزاوة ريتشارج لكن هيسيف اه 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 برضو. فده الامباكت على الكنيكتيفتي باختصار. اه هسيب بقى السلايد دي وبتير يركز شوية في الامباكت في الابليكيشن ديولوكمنت. لما نيجي بقى كسوفتوير ديولوپرز مش احنا بنقول اتسو اول اباوت سوفتوير ديولوپمنت اتسو اول اباوت ابليكيشن طب ايه اللي هنقابلها في الابليكيشن اول بتقابل لما يجي اعمل لأي اي عشان تستخدم علشان تحسن من اللي بتقدمها لليوزرز وتحسن بتاع الارجانزاشن وتعلي بتاع الارجانزاشن وتخلي في الاخر بتاعت الارجانزاشن احسن. اول بيقابلها اللي هاجبها اركبها في الديفايس دي ايه. اللي احنا شايفينه هنا ده الكولون ده بيمثل بنسميهم كل واحد من دول عايز يتركب فيه طبعا هاختار اني قال هي مسئوليتي انا كرجل بتاع اه هعمل ولا مسئولية حد داني عشان نحس بحجم قدر اقول لحضرتك واحد من شركة اسمها بتاعهم في الف وخمسمائة كل واحد فيهم بيعمل حاجة مختلفة. فتصدري بيجي ان انت تختار سنسور هعمل بيه ايه? وانا مش بتاع اه كده. فالناس بتاعت هي اللي بتشتغل اكتر في الحتة دي. اه والناس بتاعت بيبقى هو اللي عليهم العبء ده ان هو يختار السنسور ويركبها جوه الدفايس. تاني بتقابل الرجل هي بتاعت انا هاخد الديتا دي ازاي من الدفايس دي. وحريلاي على اه 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 احنا اتكلمنا على اه اه ودول اللي احنا عارفنهم لكن اتكلمنا على زي زيك بي ولورا وسيك فوكس وفيه غيرهم كتير هاجيب سريتهم تاني بعد شوية. فاتصوية بقت كتيرة جدا. فانا ازاي هيعمل الديتا ده او في الاندستري بنسميه يعني. هعمله ازاي اه اه لو انا حلت مشكلة طب انا هعمله اللي بتتكلم بيها الديبايس دي مختلفة طبعا احنا عشان فبي ديفولت في اتش تي تي بي اكيد لكن مش كل الديبايس اتراف تتكلم اتش تي تي بي في ديفايس تانية بتتكلم دي حاجات بتوفر في الباندويتز بتوفر في اه اه مفحش بوسيسنج باور عالية يعني فبتحافظ برضو على البتا دي في الاخر. فانا هستخدم اه طيب لو انا لميت الديتا الديتا دي حفضل هستور الديتا بديتابيز بس الديتا دي هتفضل الديبايس دي والسينسور دي تبعتلي باستمرار. فالديتا هنا فلازم الاقي طريقة تستور فيها الديتا اه الطريقة دي تكبر هي كمان مع الديتا. الديتا لما تزيد 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 تزيد. ممكن الديتابيز ما تبقاش قادرة تشاله. ممكن ما يبقاش قادر يشاله. لو الديتابيز قادرة تجايز بديسك سبيس مش كفاية. فهنا معناها ان الستورج لازم تكون الديتا ستورج لازم تكون آآ الديتابيز لازم تبقت قادرة تهاندل البيج ديتا. هنا تيرمت تاع بيج ديتا يبتدي ياخد ايه رول? رول بينة واضحة. فايشود بي ايه على آآ بيج ديتا ويقدر يعمل لي كويريز على ديتا الحجم بتاعك كبير جدا ويديني بسرعة. لان في الاخر انا عايز الديتا دي الجوة بتاعتي. وعايز اعمل لها عايز اعمل على الديتا دي. وعايز اخد زي ايه مسلا خلينا نفكر في مصنع جواه غلاية درجة حرارتها بتاعلى فالضغط جواها بيعلى. فانا لازم درجة الحرارة والضغط بتاع الغلاية وعند نقطة معينة. هاخد باني اطلع من الرجل اللي قاعد في المصنع. اقول له الغلاية ضغطها آآ عالية. عند حرارة خمسين دي في خطر. آآ طب عالية عند ستين. طب عالية عند سبعين. فالاكشن مش هيكون جايز يكون آآ طب عند تمانين. هعمل طب عند تسعين. حفص على المختلفة بتاعة الديتا اللي جاية. هلازم اكون قادر مش بس افيجيولايز. لازم اخد على معينة. وفي الاخر انا بخدم آآ جايز آآ تكون بي تو بي افليكيشن وجايز تكون آآ بيزنس تو كونسيومر افليكيشن. آآ هنا احنا شايفين مجموعة من اللي اللي في النص دول بتاع الديتا اكوزيشن. الديتا كوليكشن. والديتا ستورج. والبزنس لوجيك. دول لبعض. ووتس بيري موش رييتد للسوفتور. الكونكتفتي والسنزور جزي بعيد عن السوفتور. بيبقى لازم يكون في طريقة تريحني من الشالنج نمبر تو وثري وفور. آآ كمان في الابليكيشن دبالوكمنت في الانترنت فيه بتاعت الريال تايم وابيلابيلتي وريليابيلتي وسكيليابيليتي ويش ايه? اه عشان نفهم ده بسرعة. هقول لو حضرك بتتصل بالموبايل فون بتاعك بواحد تاني. انت متوقع انك اول ما بتضرب نمرة التليفون وتدوس في خلال تلت ثواني كده تسمع رينجت هون الناحية التاني. لازم تكون قررت بتاعك بتاعك ده موجود فين? اه عرفت مكانه. وعملت على اللي فيها عشان تعرف انت معك فلوس تكفي انك تعمل الكل دي ولا لا? وعملت على الديتابي عشان تعرف بتاعك عنده نسمع حالك ولا لا? اه لو احنا ده بيحصل مع واحد اوكي لكن ده بيحصل مع ملايين هي دي الريل تايم اكشن على ماسف امونت الف ديتا. ان حضرك لما هتتصل دايما النيتورك هتدي لك الرينجتون دايما هتسمع الناحية التانية بالترينج. اه اه دايما النيتورك دي افايلبل زرزنوة انت تيجي تتصل ما تلاقيش نيتورك يبقى دايما مش نيتورك كويسة صحيح بيحصل احيانا كده بس دي تبقى نيتورك مش كويسة. اه يبقى انت يعني نفس القيمة بنفس الرقم حصل نفس اللي طالعة من السنسور اه حصلت نفس الاكشن ونفس النتيجة هتحصل. لو حضرك معاكش بلانس مش طعف تتصل. لو معاك بلانس هتعرف تتصل. انا بشبه بالموبال نيتوك عشان دي الحاجة اللي احنا متعودين عليها. ان السيستم دي السيستم دي قادرة تكبر اه مع ان الديتا بتاعتها بتكبر ومع ان بتكبر. اه كمان في بتيجي على اه طالما النمبر هيكون كتير جدا اللي مطلوبة. ومفيش كفاية. فحلقى نفسنا دايما مزنوقين في ومزنوقين ان ما فيش اللي بتعرف الكلام ده اه قليلة. فحلقى نفسنا عشان نحن مش لقين الريسورس وحندفع فلوس اكتر في الريسورس وخلافهم. فدي كلها امباكتز جاهلنا على نتيجة اه الانترنت اف سنكس. لكن التلاتة الاتنين وتلاتة واربعة دول والتكنيك المانديتس اللي فوق دي والبروجيكت مانيجمنت المانديتس دي ممكن دول يتوفره لو كان فيه وهو دول بقى اللي احنا هنتكلم عليهم في السلايد اللي جاية دي. فعشان كده فيه نيد ايه بتعمل ايه بتعمل ايه بتوفر لي حلول دي. عشان اه هتخيل اه دي لو انا هحلها بالطريقة اللي انا متعود عليها النهاردة. اه هيبقى انا بحل اه لو انا عايز اعمل قطر اه زي القطر اللي في الصورة اللي تحت دي. لو انا اشتغلت السوفتورد. دي اللي انا متعود عليها النهاردة العادية العادية الانتجريشن اللي انا متعود عليها النهاردة وشاطر فيها قوي? هلاقي نفسي بتطلع القطر اللي فوق ده. قطر الفوق دה بتاع given. لو رحنا للشركة بتصنع اوتوبيزات. اشتر شركة بتصنع اوتوبيزات وقولنا له ما عايزين نعمل اطر. هيفكروا في ايه. في الافر اللي فوق ده. بس هال اطر الفوق ده بتاعه زي الافر الافر στη Mysterio لا. هل الاطر اللي فوق ده بتاعته زي الاطر اللي تحت? اكيد لا. فلو انا اشتغلت بالأي او تي ابليكيشن النابلو منت بلاتفومز اللي هي الدزاين ده علشان تحللي اللي اللي اتكلمنا عليها في الابليكيشن الدولوكمي. في الاسلايد اللي فاتت. ليبقى انا لو اشتغلت بالآي او تي ابيض كيشن النابلو منت بلاتفänge، حوصل للنتيجة اللي انا عايزها. لو اشتغلت بالطريقة التراديشنال اللي انا متعود عليها مهما كنت شاطر فيها حوصل لنتيجة اللي فوق دي. طيب آآ هسيب بقى الكلام ده واقول هي دي